يعني موضوع تجمهر الناس للفرجة على تصوير الفيلم للفرجة على الممثلين وعلى النجوم ايوه متى هيا ده بيحصل في اي مكان في الدنيا يعني لا لا برا لا لا برا لما بلقوك بتصوري وكده بيبعيدوا عنك بصراحة انا صورت في ايطاليا وصورت في لندن صورت في قبرص صورت امكان ده بس اتلاقيه في لبنان صورت في لبنان احنا الشرقيين يعني لكن صورت في كندا المجهول تقاشر فاهمي لا لا برا لا برا على طول يبعيدوا عنك عارفين انك بتشتغلي فعلى طول يبعيدوا لا هنا مختلف شوية هنا اختلاف كما قيل اختلاف صقافات صحيح طيب يعني بهذه المناسبة يعني من حين لاخر الدولة بتفرد نوع من انواع القيود ونوع من انواع التكلفة على التصوير في الشوارع يعني انا بفتكر مثلا احنا بنشوف مصر القديمة والقاهرة القديمة تكلفة ما فيش تكلفة في تصوير الشوارع فيه تصريح بس على ايام انا بكلم على ايام انا لا فيه بعض الاماكن فيه تكلفة اذا كانت اماكن خاصة تمام اه انا الحقيقة بسأل على الاتي انه طبعا بنشوف افلام سينمائية كتير على المصر قديما يعني بنشوف ملامح مصر وملامح القاهرة وملامح المدن من هذه الافلام خاصة الابيض والاسود وبالتالي اعتقد ان احنا لابد ان احنا نشجع بالتصوير في الشارع على فكرة فيه قرار انا قريته من سبوع تقريبا ان وزارة الاثار سمحت بالتصوير مجانا في كل الاماكن الاثرية في مصر ودي خطوة رائعة صحيح رائعة دي دعاية دعاية لبلدنا ايه ازاي عاوزين فلوس وبديلا عن التصوير عن الحضارة حتى الفرعونية خارج مصر ده شيء جيد طبعا انا اعتقد كل دولة لها نظام في التصوير في الشوارع انا صارت في روما اذا حطنا الكاميرا في الشارع بالرجل بالبتاع كده فلازم ناخد تصريح لكن انا فاكر منتجة الفيلم عن ترشايل سيف وقال لي انت هتمسك الكاميرا بيدك مفيش مقوعة تحط الترايبود يا حسن البوليس هيجي لنا وحيبلغوا النقابة وشغلانا وبتاع وحندفع فلوس هنا وهنا وبتاع فالفيلم كله عن ترشايل سيف وده في روما الكاميرا في ايدي وبصور كل الفيلم هناك بايدي انجلترا فيها مختلف شوية النظام لازم اخد تصريح وحاجات كده في كندا بقى حصل لنا فصل فضيع جدا في كندا احنا كنا بنصور في قوتيل في ضواحية من ضواحي مونتوريال وكان ماسك الانتاج معانا فقال لنا هنا في نظام التصوير ثمان ساعات بعد الثمان ساعات اشتغل هيبقى كل ساعة هتدي الاسطاف الاجنابي كان معانا اسطاف اجنابي خلص التصوير لازم تمر 12 ساعة عبال ما تعمل الوردر الجديد احنا كمصريين بقى طب ايه يعني ايه المعنى يعني 12 ساعة تهدي بريك يعني يستريح العامل في بيته وكده ويجيلك بعد 12 ساعة عشان يشتغل تاني طبعا احنا كمصريين يعني 12 ساعة ايه ده احنا جايين في كندا وبدل السفر فالانتاج المصري بقى قال لنا لا لا نشتغل كده كان معايا عامل اضاءة واحد فابتديني نشتغل جم العمال الكنديين بعد 12 ساعة فمنعونا من شاور وجات مندوبة من من الاتحاد بتاعهم نضطرب من كندا تخيالي نضطرب من كندا عشان انخلفنا القانون نجينا منها بمعجزة